قانون الجنسية اللبناني الصادر عام 25 عن المفاوض السامي الفرنسي الذي كان يتولى أنذاك السلطة التشريعية في دولة لبنان الكبير لا تزال مواده سرية المفعول لم يحدد عدد الجنسيات التي يمكن أن يحوزها اللبناني إلى جانب الجنسية اللبنانية ما دامت الدول الأخرى تعتمد والدولة اللبنانية مبدأ المعاملة بالمثل لكن هل يعاد النظر في هذا القانون بعد استقالة الحريري؟ منذ إعلان الاستقالة الملتبسة وأسئلة كثيرة طرحتها الصحافة بلسان المواطنين فبين سطورها رواية تقول أن الرئيس سعد الحريري وبصفته مواطنا سعوديا قد احتجز ما يطرح إلى الواجهة مسألة أن تحمل شخصية سياسية جنسيتين فمع أن الدستور اللبناني لا يمنع ذلك إلا أن تجربة الحريري قد تدعو إلى إعادة النظر في هذا الخصوص بأحد الحكومات كان من 30 وزير ورئيس حكومة كان في 11 معهم جنسية ثانية اقتراح الأنون إذا حصل هو يحد من الحرية بالمبدأ بالتالي أكيد بدنا أنون مش تدبير آخر وبدو تعديل الأنون الجنسية اللي صادر من سنة الخمسة وعشرين بس كمان أن تحصر فقط بمن يتولى موقع في موقع تنفيذه يعني خلينا نقول إكزاكيتف يعني بمعنى أنه عنده سلطة معينة بالبلد من الرؤسة إلى الوزراء إلى النواب إلى مدرع عمين أو تقتصر فقط على من يمثل لبنان في الخارج خافي من تضارب المصالح بين لبنان ودولة أخرى بعض الدول ترفض أن يحمل مواطنوها العاديون حتى أكثر من جنسية كألمانيا ونيجيريا والنمسا وليبيا في عهد القذافي فيما تسمح دول كثيرة بذلك إلا أنها تخير الشخص المرشح لمنصب ديبلوماسي بين المنصب وجنسيته الثانية فقانون الجنسي الأمريكي على سبيل المثال يحضر قيام مواطنين أمريكيين بشغل مناصب حكومية لدى بلدان أخرى خصوصا في السلك الدبلوماسي أو الوكالات الأمنية ومن هذا المنطلق تخلى السفير جابريال عيسى عن جنسيته الأمريكية في مقابل تعيينه سفيرا للبنان في واشنطن تعدد جنسي هو واحد من الحريات الشخصية اللي باللبنان قائمة وأنتجت عدد هائل من اللبنانيين اللي مش بالضرورة برجع بقول أنه حيازتهم على جنسيتان غير الجنسية اللبنانية هي بالضرورة لتعملون ارتهان للخارج أكثر من اللي ما معهم جنسيتان تعرضوا للبلاد وارتهنوا للخارج وسط عدم إمكانيات الوصول إلى البيانات الشخصية للمسؤولين والمواطنين اللبنانيين تبقى رواية أمركة الرئيس نبيه بره وحصول الرئيس ميشيل عون على الجنسية الفرنسية في إطار الروايات المتداولة غير المؤكدة أما محاولة الرئيس السابق ميشيل سليمان شراء جواز السفر فرنسي فبقيت تلاحقه كاتهام كلما وضعت تحت المجهر رحلة بحث السياسيين عن جنسيات أخرى جوال الحج موسى قناة الجديد